على وقع حروب ونزاعات وضجج الصدام محاور ومشاريع تصبح وتمسي المنطقة ومع يتوارى كابوس خلف النسيان حتى يشخص آخر وأجواء اليوم تألفها المنطقة والخليج العربي خصوصا كأنها الأيام التي سبقت حرب العراق قبل 16 عاما مع اختلاف الظروف والمعطيات والاحتمالات الضئيلة لعملية كبرى ضد إيران لكن لا شيء واضح في الحرب سوى الحرب نفسها مفتوحة على المجهول بوابة أمن المنطقة فواشنطن تجري تحركات واستعدادات تحاكي حربا وشكة قد تحدث فلا البارجات ولا القذفة هي المؤشر الوحيد على التوتر فهناك جيش بتعداد يوازي حجم القوات التي غزت العراق يخطط البنتاجون لإرساله للمنطقة بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية تقول إن ستة من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي صدموا بعد إطلاعهم على حجم القوة التي يخطط البنتاجون لإرسالها إلى الخليج عبر جزء من خطة عسكرية قدمها وزير الدفاع بالوكالة باتريك شنهان تنص على إرسال نحو 120 ألف جندي إلى شرق الأوسط حال مهجمة إيران القوات الأمريكية أو تسريعها العمل في المجال النووي مسؤول الأمن القومي الأمريكي نقلت عنهم الصحيفة رؤيتهم بأن إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا والوجود البحري المتناقص شجع النظام الإيراني وأقنع الحرس الثوري بأن ليس لدى الولايات المتحدة الإرادة الكافية لمحاربة طهران فأتى الرد الأمريكي ثقيلا ومحمولا في البحار جاهزون قادرون ومنتظرون لكن ثم تمنيراد كل ما يجري لا يعد كونه زيادة في الضغط الخارجي على إيران ونفخا بالنار داخلها لا سيما وأن حرب العراق تختلف ظروفها البتة عن الظروف الحالية من انقسام سياسي معقد وبلدان مشتعلة بالحروب وأخرى على وشك هي المنطقة نفسها وأن اختلفت الأزمنة وهي ذات طبول التي قرعت تقرع اليوم لكن ألم يكن الجميع بغنا عن هذا كلها من فتح باب الجحيم على المنطقة بغزو العراق عندما انهار السد وعم الطوفان